ورحمة الله وبركاته. ازايكو يا احبابي عاملين ايه? ويتجدد اللقاء النهاردة ان شاء الله بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى عليه. آآ اللهم صلى وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة ان شاء الله معانا آآ حلقة مهمة جدا جدا جدا. آآ هي آآ ليه الله سبحانه وتعالى لم يجعل آآ الرسل من الملائكة. وآآ وايه هي معجزات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. آآ اولا السؤال الاول آآ آآ ربنا سبحانه وتعالى آآ لم يجعل آآ لم يجعل الملائكة من الرسل آآ واجعلهم من البشر. آآ علشان احنا نقدر نقتضي بال بالرسل اللي ربنا انزلها او بعثها. احنا بنية الانسان غير الملائكة خالص. في الملائكة آآ لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يتكثرون. آآ وبنيتهم الجثمانية غير بنية نحن خالص. يعني اكلهم وحياتهم تسبيحات وتكبيرات وما كانش ينفع ان احنا آآ يعني هنقتضي بهم ازاي وهم سبحان الله يختلفوا عننا آآ اساسا. آآ جعل الله سبحانه وتعالى الرسل من البشر لان الرسل بتتزوج الرسل بتتكاثر. آآ الرسل بيأكلوا وبيشربوا آآ فكان يعني هم زينا او هم مننا. فعلشان احنا آآ نقتضي بهم ويبقى هم قدوتنا ويبقى هو انسان زينا هو. وبيعمل آآ الحاجات اللي ربنا خلقها. او العبادات اللي ربنا انزلها. آآ فاحنا كمان لازم نقتضي بهم. لان لو كان من آآ منه الملائكة كان الانسان هيتلكك وقول ما هو ملاك ملاك يعني ده شيء طبيعا هو بيعمل العبادات اللي هو ربنا انزلها. ندخل بقى على سيدنا محمد ومعجزات سيدنا محمد. آآ كان الله سبحانه وتعالى يرسل كل رسول بما يناسب عصره. فكان الله سبحانه وتعالى يرسل آآ لكل عصر الرسول عليه الصلاة والسلام او الرسل اللي بينسبه العصر. ده يعني مسلا لما ارسل سيدنا موسى آآ كان العصر بتاع سيدنا موسى انتشر فيه السحر والسحرة وكانوا بيقدروا بيعملوا اي حاجة. فلما ارسل سيدنا موسى آآ كان كان معجزة سيدنا موسى في العصر ومعجزات كتير يعني بس هي ابرزها آآ وكان منذكرت في القرآن العصر لما آآ لما ربنا امروا ان هو يلقيها على الارض فاتحولت لصعبان كبير يعني وبلع كل الصعبين الصحراء اوحوا للناس ان هما حبال يعني حبالهم ان هما اوحوا للناس ان هي صعبين فالصعبان العصر لما سيدنا موسى القاه فالتقمت كل الصعبين دي حتى امنت به الصحراء من كتر ما هم تأكدوا ان ده من السحر ان ده ان دي حاجة يعني ربانية آآ برضو لما ارسل سيدنا عيسى كان عصر سيدنا عيسى يمتاز بالطب يمتاز بالمعجزات الطبية والاعشاب الطبائي الطبية اللي بتشفي من اي مرض فكان سيدنا عيسى عليه السلام كان يبرق الاكمة الاكمة والابرس من مرضهم وكان يحيي الموتى بازن الله آآ يعني امثلة زي دي ويجا بقى سيدنا محمد عليه السلام والسلام لما ارسله الله سبحانه وتعالى او بعثه بالحق للعالمين اجمعين ما بعثوش لامة بعنايا فكان مجمع الرسول بتاعنا عليه السلام مجمع في كل المعجزات اللي اتجمعت في كل الانبياء يعني مثلا معجزة لزيدنا محمد آآ اللي هي انشقاك القمر آآ معجزة الماء لما كان بينبسط من بين اي دي آآ معجزة البركة في الاكل معجزات كتير كتير ملهاش حصل وملهاش عدد ومن كتر ما كانت المعجزات سيدنا محمد صادقة وبينة للناس يعني صدقاء واهميتها كانوا اليهود يشققون في معجزة سيدنا محمد بما هم متأكدين منها من صدق هم كانوا متأكدين ان ده نبي من انبياء الله او رسول من رسول الله وكانوا متأكدين ان المعجزات اللي هو بيعملها ده حقيقة فكانوا دايما يشققوا فيها كانوا دايما آآ يقولوا ان دي مش حقيقة وده ده بيسحركوا دي مش معجزة آآ ده كلامه ده كلامه هي زي ما احنا شايفين دلوقتي انت عارفين اللي بيحصل دلوقتي في آآ آآ على حق سيدنا محمد وعلى الكلام اللي اتقال عليه والعياذ بالله وآآ صلوا على سيدنا محمد آآ آآ الف صلاة وصلاة كل يوم علشان ان ان نرد نرد رد نرد رد يعني ان احنا بن بنرجح حقه وان المسلمين كلهم وقفين مع سيدنا محمد او ان الرسول ساب وراء الزرية مسلمة صالحة تقدر تدفع عنه وعن سيدنا معلش يا جماعة عشان انا عندي كان عندي برد وصوتي راح شوية آآ وذكر ابن تيمية ان قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام وحلف بالله ان آآ جاء في اكثر من الف معجزة اكثر من في معجزة اه كان بيشف المرض وزي ما قلتلكو كان بينبسك الماء زي ما قلتلكو اه وكان الله سبحانه وتعالى يخبره بالغيد كان الله يخبره بالغيد اه وفي يعني في موقع حصلت ان اه انه في غزوة خيبر ان الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا بقى يعني يشتد بهم الجوع فقامت جاءت امرأة آآ يهودية شوت لهم شاة وراحوا علشان طبعا هم جعلين جدا واي حاجة قدامه ما يكلوها فمد ايده الرسول عليه الصلاة والسلام وخد قضمة كده من الشاة آآ فجيهم الصحابة عشان يمدوا ايدهم يكلهم قال لهم كفوا ايديكم فرفعوا ايديهم عن الاكل ليه يا رسول الله ريه يا رسول الله فنادى على اهل الست ديت وسألهم كم اسئلة عدة انا ارتهلكم في فيديو قبل كده دوروا في الفيديوهات اللي عندي وهتلاقوها ان شاء الله آآ قالوا لهم قالوا لهم قالوا يعني ان الست ديت وضعت لهم سم في الشاة دي فقالوا لهم انت عرفت منين قال لهم آآ زراعي هذا حدثتني بما حدثها الله الله سبحانه وتعالى آآ اخبروا ان في الشاة دي مسمومة ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيشتك من الام في بطنه كل فترة والتانية بسبب القدمة دي لان زكرا برضو في البخاري عن جابر عن جابر رضي الله عنهم انه قال اثناء آآ اثناء غزوة الخندق آآ طبعا هما كانوا بيحفور الخندق حوالين المكان اللي كانوا فيه عشان الغزوة بتاعتهم فآآ جوء قدامهم صخرة كبيرة ما كانوش قادرين يحرقوها فلما آآ ندهو الرسول عليه الصلاة والسلام نزل يعني يعني عشان يشل الصخرة دي فالجلباب اللي كان لابسه اترافع عنه فبان ان هو رابط صخرة على بطنه من شدة الجوع لان هما كانوا جعوا جدا وما كانش فيه تعمل الشرب كان خلص يعني فآآ آآ آآ اما سايدنا الجابر شافه كده ذهب لزوجته وقال لها آآ ان الرسول عليه الصلاة والسلام آآ آآ رابط على على بطنه فاحنا عايزين نعمل له اكل قالت له هنا في البيت عندي شوية شعير صغيرين وعندي عنزة صغيرة يعني انا هتحم الشعير وهاتبح العنزة وهعملها على قد رسول واتنين من استحابة معه قال لها طب خلاص وبعدين ذهب قالت له يا جابر آآ لا تفضحن عند رسول الله فالطعام لا يكفي الا رسول الله واتنين معي يعني ما تقولش الناس كتير علشان يجوا يبقى الطعام الي اللي يبقى شكل وعش قدامه فالمهم الجهة رسول الله عليه الصلاة والسلام رحل رحله جابر وقال له يا رسول الله انا عندي آآ غزاء عندي آآ آآ يعني قال له بقى على اللي حصل يعني فام الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي للناده للجنود بقى والصحابة اللي كانوا بيستعدوه في في الغزوة قال لهم جابر يدعوكم الى الطعام الليلة فالرسول طبعا آآ يعني دعا الصحابة طبعا جابر مش هيقدر يقول له لا يا رسول الله الاكل مش هيكفي المهم ذهب لدكتو قال لها كذا 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 قالت له الرسول الله قال هزا قال لها نعم قالت له هو قدرة يعني طالما هو قال كده يبقى هو قدرة يعني هيكل الزيل فكان هم عطشانين قوي 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 وكان الرسول عليه السلام الصلاة والسلام في ايده قدر كده القدر فيه شوية ميز غيرين فكلهم تلموا جاري جاري عليه فقال لهم فيه ايه يعني قالوا لي يا رسول الله المقفى يعني معاتش في مقى خالص آآ في كل خيام وإحنا ما فيش لمية نتوضى ولا مية نشرب فقال له هذا القدر هو لا يكفي احد بس واحد بس يشرب منه فقام الرسول ده جابر بيحلف ان الرسول وضع يده في قلب القدر والماء بقى ينبسك من بين اصابيع كده في القدر لغاية ما تملى وشرب وتوضه ومول القدور كلها اللي في الخيام المهم آآ ذهب الرسول عليه السلام والصحابة والجيش كله عند بيت جابر بقى يتعش ويتغد يعني يكلوا بقى فقال لها هات القدر اللي فيه العجين فقدت هلو فنفخ فيه من فمه الطاهر وقاعد يدع فيه يعني في قلبه وبقه فيه بالبركة بالبركة لغاية ما ربنا بارك فيه وقام برضه عمل برضه في نفس القدر اللي فيه العنزة اللي هي ده بحوات صغيرة دي المهم وقال لها هاتي امرأة اخرى عشان تخبز معاك بقى العجين فهي بتقول اقسم بالله يعني بتقسم ان هي بقى تاخد الجزء اللي تقرس منه العجين بتاخد منه حتة عشان تخبزها تلاقيها كأنها ما خدتش وكأن العجين رجع زي ما هو خبزه كتير واللحمة فاضت من القدر وجاء رسول الله بقى يخدم على الجيش بنفسه وبقى يقول إلي جابر دخل لعشرة عشرة وبقى يحط على العيش اللحم ويدي للجنود ويدي الاستحابة وكلوا كلهم عن اخرهم كانوا اكثر من الف وشبعهم وقال لها ااا كلي واكلي اولادك واكلي ديرانك ووزها يعني لان كان الطعام جف في ذلك الوقت فدي كمان معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. زي ما قلت لكم زي ما ربنا ارسل اه مع الانبياء الاخرى معجزات فارسل برضو مع سيدنا محمد معجزات كتير شفاء المرضى وكان بيعرف الغيب اللي هيحصل له منضرر او الاستحابة ومعجزات سيدنا محمد كتير لا تحصل ان شاء الله قولها لكم في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته